أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ناصره الله اليوم الخميس بالرباط على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المستشفى الجديد بن سينا وهو مشروع مستقبلي يأتي لتعزيز العرض الصحي بالمملكة بقدرة استعابية تفوق ألف سريرة ويندرج هذا المشروع ذي البعد الاجتماعي القوي الذي يتطلب تعبئة استثمارات مالية تفوق ستة مليار درهم في إطار رؤية شاملة لتعزيز البنية الصحية الحالية للمملكة ويعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة لقطع الصحة من خلال تطوير البنيات التحتية الاستشفائية على الخصوص وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين وسيمكن المستشفى المستقبلي من ضمان مزيد من التكامل في الخريطة الصحية على مستواجهة الرباط للقنيطرة مع إعطاء أو إعادة إعطاء مستشفى ابن سينا الذي تم تشيده عام أربعة وخمسين تسعمائة وألف المكانة التاريخية التي كان يشغلها كمشتل للكفاءات وبنية للبحث الطبي ذات بعد وطني ترجمة نانسي قنقر